موسيقى مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشة تفاوليا الشوف تيفي اكد مصطفى بيتاسا ناطق رسمي باسم الحكومة على ان المعطيات المتوفرة حاليا كتشير بان احداث مليليا كانت نتيجة المخطط مدبر بطريقة غير مسبوقة بحيث تم اللجوء الى عنف كبير لدى افراد القوات العمومية في محاولة من المهاجرين لاقتحام السياج الفاصل بين بني انصار ومليليا في 24 يونيو الماضي وحسب جريدة الصباح الصادر اليوم فان بيتاس وضح بان المجلس الوطني لحقوق الانسان بادر في خطوة انسانية وبعد يعني حقوقي للقيام بمهمة استطلاعية بمدينة الناظر الوقوف على حقيقة ما حدث وكانت الكثير من تحريات كشفات تراخل متعمد من طرف الجزائري لسماح بتدفق المهاجرين نحو المغرب عبر مافيات الهجرة غير الشرعية وخلفات احداث مليليا مقتل 23 شخص والسوة وسبعين مصاب ضمن المهاجرين غير الشرعيين و140 مصابا في صفوف القوات العمومية المغربية فهذا مشاهدينا قد نوصل لنهاية هذا الخبر الى اللقاء اشتركوا في القناة